ينضم إلينا من موسكو مرسلنا عمر عبد الحميد عمر بالإضافة إلى بيلغورد من الواضح بأن المعارك أيضا تشتعل في خاركيف واتنيبرو هل يدخل ذلك ضمن الهجوم الأوكراني المضاد الذي نتحدث عنه منذ أيام؟ لا أدري فضيلة أن كنت تتحدثين معي أم مع زميلي من كيف لا لا أتحدث معك عمر نعم طيب طيب فضيلة يعني بالتأكيد الحرب مستمرة كما تسميها روسيا العملية العسكرية مستمرة يعني قبل قليل وزارة الدفاع أصدرت بيانا تقول فيه بأن قواتها الدفاعية الجوية ومنظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط أكثر من 20 مسيرة وأنت ذكرت في صدر هذه النشرة فضيلة تعرض عدد من المناطق الحدودية مع أوكرانيا إلى حرب المسيرات ثلاث مقطعات حدودية مع أوكرانيا هي كرسندار بيلغراد وكذلك رستوف على نهر الدون تعرضت خلال الـ 24 ساعة الماضية لهجمات من مسيرات يعتقد أنها أوكرانية وأيضا يبدو أن بيلغراد هي التي تدفع أكثر من هذه الفاتورة فاتورة الجوار الجغرافي مع المناطق الأوكرانية المتاخمة لها الأمر الذي أدى إلى أن السلطات في تلك المقاطعة تعلن بأنها في نيتها إنشاء ربما تشكيلات شعبية ولكن مسلحة للدفاع عن هذه المقاطعة بالتأكيد هناك تصريحات نارية ويمكن أنت ذكرتي قبل قليل ما جاء على لسان دمتري مدفيدف النائب رئيس مجلس الأمن القومي الذي يلاحظ منذ أن بدأت هذه العملية العسكرية فضيلة أنه انتقل من معسكر الحمائم إلى معسكر السقور ربما هو السقر الأشد ضراوة في تصريحاته ضد الغرب وضد الولايات المتحدة تحديدا اليوم يتحدث بشكل واضح من أنه إذا ما مد الغرب أوكرانيا بقنابة نووية أو أسلحة نووية على روسيا أن تستبق ذلك بتوجيه ضربة استباقية إلى الغرب هكذا يقولها صراحة ولا يخفي السيناريو الذي توقعه ربما قبل عدة أشهر عندما تحدث عن أن أوكرانيا كدولة في طريقها إلى الانتهاء وطريقها إلى الزوال من الخريطة العالم هكذا يتوقع ربما نائب رئيس مجلس القومي الذي تولى الرئاسة في فترة من الفترات إلى أي درجة وصلت هذه الحرب وهذا الصراع بأن يتحول شخص كان محسوبا على تيار الليبراليين الروس إلى أن يكون أحد أشد السقور ضراوة شكرا عمر عبد الحميد في موسكو شكرا لك شكرا لك